الهجوم الإسرائيلي على إيران هل كان مجرد رد بالمثل وخطوة لحفظ ماء الوجه؟ أم أنه تكتيك لخطة وحدها الأيام ستكشف عنها؟ وفقاً لمصادر عسكرية أمريكية، إسرائيل استهدفت قاعدة عسكرية في أصفهان واستخدمت صواريخ بعيدة المدى لتظهر على الرادارات الإيرانية اتضح بعد ذلك أن الضربة لم تطأ منشأة نتانز الموجودة في المنطقة ووفقاً لصحيفة جيروزالينبوست، تعمدت الأبيب عدم ضرب هذا الموقع الحساس اختيار يفتح الأبواب أمام تكهنات عدة ففيما يرى البعض أن إسرائيل ربما لا تسعى إلى تصعيد الأوضاع أكثر في المنطقة يرشح آخرون أنها ترسل رسالة تحذيرية إلى طهران مفادها أن منشآتها النووية ليست في منأة عن الخطر ومن غير المستبعد وفقاً لمحللين أن يكون استهداف الأنظمة الجوية مخصصة لحماية المواقع النووية جساً للنبض وبداية لعملية هدفها إزاحة الدروع الإيرانية شيئاً فشيئاً لا سيما أن البرنامج النووي الإيراني يثير حفيظة الجانب الإسرائيلي وعدد من الدول الغربية في ظل تداول تقارير عن اقتراب طهران من امتلاك السلاح النووي أما تفاصل الضربة الإيرانية فيتكشفوا منها الجديد كل يوم فوفقاً لصحيفة معاريف الإسرائيلية تل أبيب تصدت فقط لأربعة وثمانين في المائة من المسيرات والصواريخ التي أطلقتها إيران باتجاهها وقد تعرض مفاعل ديمونة الذي يعتبر أكثر المنشآت العسكرية الإسرائيلية حساسية لأضرار جراء الاستهداف بحسب الصحيفة معلومات تتناقض مع الرواية الرسمية الإسرائيلية التي تحدثت عن أضرار طفيفة والتصدي لمعظم الصواريخ والمسيرات الإيرانية أمر من الصعب التحقق منه فإسرائيل لا تخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعملياتها التفتيشية